مبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو ووضح فيه كل الجهود اللي قامت بها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف أثارها على المواطنين وده من خلال التوسع في منافس بيع السلع بكميات وفيرة وبأسعار في متناول الجميع صراحة الدولة نزلت بتقول لها في الفترة اللي فاتت في الغلق في الأسعار سواء الجيش سواء الداخلية سواء التموين شايف حاجة ما حصلتش قبل كده إن الناس بالدقية اللي هي عايزها في أسعار قويسة وخد عندك رمضان وبهرجوا داخل تعيد دي حاجة أنا أول نبقى أشوف كده بصراحة إن الدولة تنزل بتقول لها في أزمة من أزمات اللي بتمروا بها البلد منافس قوات المسلحة جميلة جداً بأمانة وعلى تجربة وبناخد الحاجة مضيفة جداً وأسعارها معقولة والله ومنتجات الجيش كلها قويسة والقيسة أقل من أي حد بار فيها فراخ وزيت ويعني كل حاجة تليها عندهم صراحة وبعدين حضرتك إحنا في داخلة العيد كويس اللي هم عاملين أكتر من منفذ على مستوى القادرة الكبرى كلها والمنافس دي حضرتك بتسين الشعب كله أنا طالعين بالصدفة لأن العربية بحد تيجي يومين في الأسبوعية فيها كل حاجة زيت، سكر، رز، لحمة، فراخ كل ما فيش حاجة ما فيهاش فيه فراخة بـ 52 دلوقتي؟ لأ واللحمة بحاجة بـ 69 حاجة بـ 60 برد لكن أنا على الطبيعة وأنت وقف على الطبيعة دائماً لما باجي بجامعات التموين فبلاقي كل حاجة موجودة سواء الزيت، السكر، الشاي حتى أي حاجة باجابها من أي سوبر ماركت برد فبلاقيها موجودة بردو هنا في الجامعات التموين فمبأسعار أحسن بكتير جداً من برد موجودين في الشرقية في معرض أهل الرمضان وحاجة مش أقول لكم، طبعاً مش هي، وما مش مجديني حاجة أنا جاي كده بالصدفة أنا وابني ماشيين بنجيب حاجات والله والله، كنا بنجيب كل الجناحات بنمشي عليها الوقت بنجيب نتطمت بنغض الفرخة على قد دينا، هو حس بالشعب تعود أجيب من هنا من العجوزة كيلو اللعبة بـ 95 جنيه وأنضف من بره بصراحة ربنا والحاجة كويسة أنا اشتريت مكسرات تقريباً الفرق بين الكيلو هنا والكيلو بره حوالي من 60 لـ 80 جنيه منتجات الزيوت برضو هنا أقل عن بره تقريباً في الكيلو من 6 لـ 7 جنيه ملابس برضو كويسة، الأسعار متناسبة، يعني بتالي متناول الجميع كنا نازلين طبعاً اشتري الملابس بتاعت العيد، فلاقينا المبادرة فاطلانا علشان نشوف الحاجات اللي فيها، لقينا حاجات كويسة وأسعارها كويسة يعني وفي كل حاجة كمان بالنسبة للأطفال وبالنسبة للحريم، بالنسبة للرجالة، كل حاجة أسعارها كويسة موسيقى البادرة كلنا رحل ببادرة جميلة وعاملين الأسعار ممتازة وأسعار حلوة وحاجات جميلة وعلى كل المنتجات سبحاندة يعني على الرز وعلى السكر وعلى زي وعلى كل المنتجات عاملين أسعار يعني خيالية بصراحة بصراحة الكحكور بس كويسة يعني يعني جربنا بكده مثلنا بلدي وحاجة نجيفة وحاجة محترمة أنا حالياً في أحد منافذ أمان في مدينة نصر ويعني بقالي فترة طويلة جداً بشتري من المنافذ دي حقيقة ما كان نضيف الخدمة فيه ممتازة جداً ومش هنتكلم بقى الأسعار لأن طبعاً الأسعار تختلف تماماً عن السوق برا المبادرة كلنا واحد دي شغالها معنا من أول رمضان لغايد العيد إن شاء الله أسعار الكحك فيها ممتازة والكواليتي جميلة جداً وكمية المنتجات الأساسية أنا عمري ما جيته لقيت فيه حاجة أنا أصر هنا الكارتونة لقيتها بخمسين جنيه ببارة المكونات بتاعتها بخمسة وتمعين جنيه فيها كسين مكارونا وكسين روز وكس سكر وعلبة فول وإزاز الزيت بصراحة الحاجات اللي فيها كمان دودتها عالية فجأت مواد رحية في وقتها يعني على السلعة استراتيجية الروز والزيت وحتى اللحوم كمان حتى كمان لقيت كاحك الوقت يوريبة جيبت برضو لكن برضو في تخفيض حلو قوي 8 وقالي من 100 جنيه يعني ده سعر مش موجود في أي حتة الحقيقة يعني أنا جيت والله المعرض هنا لقيت الكعك الكيلو بخمسة وخمسين جنيه ومنازمة نحن ندخينا على العيد يعني طبعا كنين المصريين بناعمل الكعك في العيد فهنا سعار الكعك كويسة خالص في المعرض خمسة وخمسين جنيه حلو خالص في أطاق فضاء بجامدة عن برا وعند هنا منتجات وزارة الزراعة بصراحة والجودة كويسة بصراحة أنا جيت المعرض هنا لحقيقة لقيت انبهارت أولا باللي موجود أولا فيه نظام فيه نوعيات هيلة فأنا بحب أن كل حد يجي يبص بس وحيلقي فيه اختلاف جامد جدا في السعر وفي النوعية وفي الجودة تبقى للأسعار اللي موجودة في السوق والنسلي منذ اللي عامل الأسعار جامدة جدا دي فيه جشعة جامد جدا برا إنما عشان أجي أشوف النهار دا الأسعار دي وأشوف الحاجات دي فعلا حاجات تحفة ولازم يعني حاجة أصلية وحاجة بلدي زي ما احنا شايفين كده وأنا مش بقول حاجة غير لانا شفتها فيه معرض هنا من وزارة الزراع معرض لحوم وأسعار منخفضة يتكله بـ 135 وفيه وضاني بـ 125 وفيه خضار وفيه رز وفيه بطاطس بأسعار حلوة منخفض يعني اشتركوا في القناة